وقضينا إلى بني إسرائيل في كتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعدن عنوان كبيرا فإذن اليهودية ليست هي اتباع الشريعة الموسوية بل هي ما علق بذلك الدين من الضلالات والانحرافات والزيادات التي زادها الأحبار والربيون من عندهم ولم يقل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك كانت انحرافا عن الحنيفية التي هملة إبراهيم عن السلام طيب هل معنى كلامك أن اليهود الذين كانوا قبل زمن المسيح عليه السلام وكانوا يؤمنوا بالأنبياء ويوحدون الله سبحانه وتعالى لكن يعني زادوا كذا وحدث عندهم وسموا يهودا يعني هل هم يعني يعدون ليسوا مسلمين يعني لا لا أقول هذا هذا حشا إلا أن نقول هذا لكن نقول إنهم قد حدثت عندهم زيادات لم تكن عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كزيادات غلوا فيها أو تشديدات لم يؤمروا بها كمقال الله عز وجل أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فالغلو حصل والانحراف عن الجادة حصل أيضا ولذلك حتى في شريعتنا نحن كل طائفة من الطوائف التي غلت في الدين وانحربت عن الجادة وعن السنة المحضة فقد خرجت عن الفطرة وهذا هو نكتفي بهذا القدر هناك فوائد مهمة في هذا الحديث وهي أن التربية لها دور عظيم وأثر بالغ في الإنسان فهي إما أن تأطله على الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلون عليه الصلاة والسلام وإما أن تحرفه عن الفطرة السليمة إلى غيرها الحديث الذي بعده هو الحديث الثاني عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا 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 وَذِرَاعًا بِذِرَاع شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاع حَتَّى لَوْ دَخَلُوا تُحْرَ ضَبٍ تَبِعْتُمُهُمْ يقول يا رسول الله يهود والنصارى قال فمن وفي رواية أبي وريرة رضي الله عنه وَبَاعًا بَاعًا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا حديث صحيح المقارب ومسلم في الصحيحين قوله فمن في الصحيحين هذا الحديث له زيادات منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جُحْرَ ضَبٍ لَتَبِعْتُمُهُمْ فِيهِ شُبْحَانَ اللَّهِ هذا الحديث والله حديث عجيب رواه الإمام أحمد في مسنده وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ هذه الرواية التي رواه أبو هريرة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في مسنده وفي رواية أبي سعيد لَسَلَكْتُمُهُ يعني سألكتم نفس الطريق الذي سلكه بني إسرائيل تأمروا بارك الله فيكم هذا الحديث سبحان الله العظيم يعني حقيقة شيء عجيب هذا الحديث هو الذي أذكره دائما وأقول لكم بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قد حدثنا عن بني إسرائيل في كتابه الكريم من أوله إلى آخره وحدثنا عما فعله الذين هادوا من الحرافاتهم وقتلهم الأنبياء وتمردهم على أنبيائهم عليه الصلاة والسلام وتمردهم على شريعة الله سبحانه وتعالى التي هي شريعة التوراة وأن جميع ما فعلوه قد فعلته هذه الأمة هذا الحديث مما يدل على هذا الذي نذكره فقال لي بعض الناس طيب يا أخي نحن نقتل الأنبياء يعني الأمة الإسلامية لم تقتل الأنبياء فقلت لهم لأن الأنبياء غير موجودين ولو كانوا موجودين لقتلوهم لأنهم قتلوا أتباع الأنبياء والعلماء ورثتوا الأنبياء فقد قتلوا ورثة الأنبياء أعدموهم بدم بارد علقوهم على المشانق ملأوا السجون بهم فكيف يقال إن أمتنا لم تفعل ما فعله بنو إسرائيل بل فعلوه وفعلوا مثل ما فعلوه وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وتقاعسوا عن الجهاد كما تقاعست بنو إسرائيل فألقى الله عز وجل عليه متيه فبقوا أربعين سنة يتيهون في الأرض أما نحن فلا زلنا تائهين منذ مدة طويلة ليس بنو إسرائيل جميعا من استنكفوا عن دخول الأرض المقدسة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم رجلان وكذلك الأمة الإسلامية ثل قليلا من الصالحين العلماء يتحدثون هنا أو هناك ولكن الغالبية الغالبية ركنوا إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فأما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليلا إذن نحن سلكنا نفس منهج بني إسرائيل ولذلك أنا ذكرت لكم ولذلك كرر الله عز وجل ذكرهم في القرآن لأنه أكبر أمة قبل الأمة المحمدية ولكي يكون مثالا للأمة المحمدية في الخير وفي الشر لكي نتنكب ما فعله قال الله عز وجل للعرب إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذهم وبينا يعني أنتم أيضا إن عصيتم الرسول سيأخذكم الله أخذهم وبينا سيأخذكم الله أخذهم وبينا وقد كان في بني إسرائيل عباد وزهاد وصالح بل كان فيهم أنبياء أنبياء وعباد وصالحون وأخيار والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا كثيرا من قصصهم ولكن كان فيهم قوم فعلوا الأفاعيل وهذه الأفاعيل التي فعلوها نحن أيضا نمشي على سننهم في ذلك نحن أيضا نمشي على سننهم في ذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يحب موافقة الأهل الكتاب والكتاب في الخاص يعني العلماءهم هم اليهود أما النصارى ففيهم يعني كان فيهم دين من تعبد ورهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعى وحق رعايتهم ومع ذلك قال الله عز وجل فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة ورأى اليهود يصومون عاشورا أمر مسلمين من صيامه صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده بعد ذلك يعني لم يقلوا إنهم يصومون كذا أراد أن يخالفهم بعد أن كان يحبوا موافقتهم أراد أن يخالفهم لأنهم رأى أنهم لا يريدون اتباع الحق امتال الأمر ولما تحولت القبلة إلى من بيت المقدس إلى مكة غضبوا تكلموا كذا فسماهم الله سفهاء سيقول السفهاء ومن الناس ما أقولهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاهل إلى صراط المستقل هذا أمر الله كانت القبلة في بيت المقدس أراد أن ينقلها للكعب لأنه أصلا العهد انتقل من الشامي إلى الحجاز من بيت المقدس إلى وإن كان لبيت المقدس مكانة لكن لم يعود هناك مكانة للصقرة التي كانت هي القبلة الأولى فإذن هذا هو فإذن نحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب نحن مأمورون بأن لا نتشباه بهم ولذلك جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه فيما رضاه أبو داود من تشبه بقوم فهو منهم قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان الظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قول تعالوا يتولون منكم فإنه منهم هذا كلام قاله في كتابه العظيم الذي فصل فيه في هذه القضية وهي قضية التشبه التشبه بالكفار في مناسباتهم وفي أعيادهم وفي سائر أمورهم وفي أشكالهم وأزيائهم وكل أمورهم وهذا الحديث وهذا الأثر الذي معنا هنا حديث من تشبه بقوم فهو منهم وحديث التبعون السلام قبل هو الذي يجعلنا نحرص على التميز حتى في أهيئتنا وأزيائنا وأشكالنا وكل أمورنا لما لأن هذا أمر والتميز والتشبه يكون بأمرين أولا له وجهان الوجه الأول وهذا ذكره شيخ الإسلام من تيميت رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم نحن مأمورون بعدم التشبه بهم ونحن مأمورون بتعمد مخالفتهم هذا الثاني هو الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس هذا الثاني هو الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس كيف لا يلتفت إليه كثير من الناس لأن الناس يقولون مثلا نعطيك مثالا مثلا هناك جرت العادة بأن الناس يلبسون ألبسة معينة منتشرة في بلاد الكفار وبلاد المسلمين فإذا قلت لهم يا جماعة حاولوا أن تتميزوا باللباسكم العربي أو لباسكم الذي هو لباس قوبكم المسلمين فيقول نحن هذا اللباس لا نتعمد وتشبه الكفار وأصبح لباسا عالميا البنطال وكذا والكرفات إلى غير ذلك من الأمور فنقول لهم أنتم مأمورون بعدم التشببهم ومأمورون بمخالفتهم وإلا أنظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى هذا الحديث جز الشوارب وأرخوا اللحا وخالفوا اليهود طيب اليهود يعفون اللحاهم لأنها وردت في التوراة أيوة هم يعفون اللحاهم لكن لا يجزون شواربهم ولم ينتبه لهذا بعض الناس الذين تحدثوا في هذا الأمر وظنوا أن هذا الحديث مشكل هو واضح اليهود لا يحرصون على جز الشواربهم لكنهم يحرصون على إعفاء لحاهم فنحن مأمورون بإعفاء اللحا وجز الشوارب هذه بحث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على مجموعة من الأنصار وقد شابت لحاهم فقال حمروا وصفروا وخالفوا اليهود يعني أمر بتغيير الشيب مخالفة لليهود اليهود لا يخضبون لكن المسلمين يخضبون وقد وعندما تقرأوا تراجم العلماء رحمه الله تجدهم ينصون على هذا كان يخضبوا بكذا كان يخضبوا بكذا يعني أمر يعني مقرر لدى علمائنا رحمهم الله وهكذا أحاديث كثيرة تنهى عن التشبب اليهود حتى قال اليهود في المدينة إن هذا الرجل ما يريد أن يترك أمرا من أمورنا إلا وخالفنا فيه يعني شعروا بهذا الأمر فنحن مأمورون بمخالفتهم ومأمورون بترك التشبب بهم فهما حالتان انتبئوا لهذا الأمر بارك الله فيكم قال شيخ الإسلام بن تيمينة رحمه الله في اقتضاء إن المشاركة في الهدي الظاهر تولث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن اللابسة التي يأهل العلم يجدوا مثلا يجدوا في نفسه نوعا ضماما إليهم تلبس لباس العلماء وكانت تشعر أنك أصبحت مثل العلماء واللامس لثياب الجند المقاتلة يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم تلبس لبسة عسكرية تشعر أنك أصبحت مقاتلا ويصير طبع مقتضيا لذلك وقال أيضا لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهم من الاعتلاف أكثر مما بين غيرهم وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع المعادات والمحارمة ثم قال فإذا كانت المشابهة في أمور الدنيوية تولث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر أشد والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان هذا كلام عجيب من شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى إذن نحن مأمورون بترك التشبه بهم والأحاديث في هذا كثيرا وقد جمع كثيرا منها شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم وجمع الحافظ أحمد بن الصدق الغماري رحمه الله كتابا سمى الاستنفار لغزو التشبه بالكفار وهو كتاب جيد حقيقا وقد قرأت أنا مختص له أو تهذيبه لشيخنا الشيخ عبد الله التليدي رحمه الله وهو مطبوع موجود وهو أشبه ما يكون باختصار لإقتضاء الصلاة المستقيم فمن لم ينشط لك قراءة إقتضاء وهو كتاب كبير نفيس نفيس عقيقة نفيس فليقرأ هذا الاستنفار وليحرص على عدم التشبه لا باليهودي ولا بالنصارى ولا بغيرهم لا في خصائص دينهم لأن هذا قد يفضي إلى الكفر كمن يلبس هذه الطاقية اليهودية تسمى الكبة أو كمن يلبس أي لباس من ألبستهم وكذلك لباس النصارى الرهبان وما إذاك وذلك نصر علماء على أن من لمس الزنارا وهو مما يلبسه النصارى فقد كفر من ذلك أيضا ما يفعله كثير من الناس من تعليق الصلبان ومن ذلك ما تفعله كثير من الصيدليات في بلاد المسلمين وأنا نبهت العديد من الناس على ذلك والطامة أن تجد صيدلية مناسقة لمسجد وعليها الصليب كأنهم لا يدرون ما مع الصليب الصليب شعار النصارى والهلال شعار المسلمين كما أن نجمة داود شعاره اليهود فانتبهوا بارك الله فيكم الصليب هنا هو شعار للنصارى لأن الصليب الأحمر الدولي خرج من أوروبا وكان عليه شعار الصليب الذي هو راية سويسرا وأغرب رايات أوروبا فيها الصليب لماذا؟ لأنه شعار النصارى كما أن رايات المسلمين أغلبها فيها الهلال لأنه شعار المسلمين فانتبهوا كثير من الناس لا يعرفون هذا ولا ينتبهون له ولا ينتبتون إليه ولذلك نحن المسلمين في جميع بلاد الإسلام عندنا الهلال الأحمر ليس لدينا لا صليب ولا نجمة داود أو اليهود عندهم نجمة داود وهكذا يعني حتى تنتبهوا لهذا الأمر ولا تتشبهوا باليهود ولا النصارى ولا بالمجرمين ولا بأعداء الله عز وجل الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا حديث رواه المخاري طيب هذا الحديث نحن كنا قد تحدثنا في بدايات هذه المجالس المباركة عن قضية مطالعة كتب أهل الكتاب أو الرجوع إلى الإسرائيليات وذكرنا أن هذه الإسرائيليات موجودة في الكتاب المقدس الذي يضم الكتاب المقدس الذي يعظمه اليهود والنصارى وهذا الكتاب المقدس مقصوم إلى قسمين العهد القديم وهو الذي يؤمن به اليهود والعهد الجديد الذي يؤمن به النصارى مع إيمانهم بالعهد القديم والعهد القديم يتضمن التورا وهي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب ويتضمن أسفارا أخرى ولذلك اليهود يسمونه تاناخ ما معنى تاناخ تا تورا نون نبيين كاف كيتو بيم يعني كتب لكنهم الكاف إذا جاءت متطرفة تنطق عندهم خاءة العبرانية الكاف المتطرفة تنطق خاءة فلذلك قالوا تاناخ ولذلك يقول ملك يعني ملك والملك الملك أو الملك ينطق في الكاف تنطق فيه والبركة باروخ هاشيم يعني مبارك اسم الله يعني باروخ باروخ يعني مبارك فالكاف تصبح خاءة فالنطق وإلا هي تكتب كافا طيب هذا حتى تفهموا يعني ما الذي يعني ما هو الأمر هنا إذن هذا العهد القديم يتضمن التوراة ويتضمن أسفار الأنبياء الكبرى والصغرى في عدد من الأسفار أكبروا إشعية إرمية حزقيال إلى غير ذلك ثم أسفار الأنبياء الصغرى والكتب وتتضمن أسفارا لها علاقة بالتاريخ تاريخ بني إسرائيل كسفر صموئيل الأول والثاني وأسفار الأيام الأول الأول والثاني سفر الأيام فيه أيام بني إسرائيل وملوكهم وأحوالهم وما إلى ذلك وفيه أيضا أسفار مثل سفر يونس عليه السلام يونس بن متر ومثل سفر أيوب عليه السلام ومثل أسفار لا تعلقوا بالحكمة أسفار الأمثال أمثال سليمان ومثل سفر الجامعة وسفر هذا السفر سفر نشيد الأنشاد ومنه الزبور زبور داود عليه السلام إذن هذا هو الكتاب المقدس الذي ينقل منه الناس أخبارا وقصصا وما إلى ذلك ولهم كتاب آخر وهو التلمود والتلمود مقسم إلى قسمين القمارة والمشناء المشناء هي الأصل وهي المشناء الشريعة الثانية يقول إن الله أوحى إلى موسى كتابين كتابا أعطاه إياه في الألواع وكتابا شفهيا وشرحوه بالقمارة فالقمارة والمشناء هي التلمود وتلمود هم تلمودان البابلي والفلسطيني لأن البابلي طبع وترجم إلى العربية وأما الفلسطيني فلم يترجم بعد ولهم كتاب الآقادة وهو القصص قصص كثيرة وهو أصل الإسرائيليات وهذا موجود بكثرة داخل القمارة ففي شروح التلمود قصص كثيرة من هذا الجنس وهذا هو الأصل الذي يستقي منه المفسرون الإسرائيليات أنا أتمنى أتمنى لو أن محققا يحقق كتب التفسير ثم يرجع كل قصة إلى مصدرها الأصلي حتى ننظر فيه وقد فعلت باحثة مصرية هذا الأمر في جزء من من تفسير الطبري فجاء عجيبا سبحان الله أوردت نفس القصص الموجودة نفس القصص الموجودة في تفسير ابن جنيه الطبري وأتت بنصها بالعبرانية ثم ترجمته إلى العربية من مصادر اليهود كالتلمود وغيره فتارة تجيه اللفظة مثله وتارة تجيه لا فهناك اختلاف في الألفاظ وفي الأمور لأنه بحسب الناقل نحن لا ندري نحن عندما نفتح كتب التفسير لا ندري بالضبط من أين أتوا بهذه الإسرائيليات لكن هذه حاولت أن ترجع إلى أصولها فلو توسر أن أرجع جميع تلك النصوص إلى أصولها لكان عملا حقيقة ممتاز هناك أيضا كتب أخرى لديه أنا ذكرت لكم هذا الأمر من قبل لا أريد أن نعيده الآن لكن هنا مسألة حقيقة أنا سأذكرها لكم أنا ذكرتها في بداية الدروس ويحكم الرواية أو الأخذ عن أهل الكتاب انظر روى المخاريف صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب يعني لم يخلط بغيره وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا ميثمين قليلا أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم هذا وذلك هنا ابن عباس ينهى عن سؤال أهل الكتاب لأنهم لا يسألوننا ولأن كتبهم اختلط الحق بالباطل فيها فعما سنسألهم عن إذن هذا الحديث رواء المخاري هذا الأثر عن ابن عباس يوافق أصل الباب وأخرج عبد الرزاق في مصنفه من طريق عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم ليهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدق الباطل هذا موقوف على عبد الله أظن هو ابن مسعود ولكن فيه جهالة حريث بن ظهير هذا فهو إسناد ضعيف طيب هذا حديث واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم إنهم كانوا يخلطون الحق بالباطل كيف نصدقوا شيئا نحن لا نعرف حقه من باطله فإذا صدقنا ربما صدقنا باطلا وإذا كذبنا ربما كذبنا حقا وهذا يفعلوا كثيرون من إخواننا غفر الله لهم تجدهم يأخذون بعض يعني يقرؤون في كتب أهل الكتاب ثم يستنكرون أو يمزحون أو يسخرون وما أدرك أن هذا باطل قد تسخر من شريعة منسوخة قد تسخر من شيء أوحاء الله إلى بني إسرائيل ولذلك لا تتجرأ على مثل هذا ليست شريعتك التي استقر عليها الأمر قاضية على ما كان قبل لأن الشريعة السابقة منسوخة فلا يجوز لك أن تستهزئ بشريعة منسوخة هذا أمر لا يجوز بحالة من الأحوال حتى في أمور قد تستشنعها أنت أنت تستشنعها اليوم لكن قد تكون جائزة في ذلك الزمان طيب إذن هذا الحديث يدل على أنه لا يمكننا أن نصدق كتبهم لأنه مخلوط حق ومخلوط بباطلها وقد ذكرنا أن ما كان حقا موافقا لما عندنا نؤمن به وما كان باطلا واضحا في كتبنا فإذا ننكره عليهم وما كان غير ذلك لا نؤمن لا نؤمن به ولا نكنذبه وقد جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن خطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أم تهو كون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسيعه إلا اتباع هذا الحديث هذا الحديث ذكرته لكم في مجلس السابق ورواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وقال الحافظ المحاجر رحمه الله بعد أن ذكر أسانيد هذا الحديث وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعة يقتضي أن لها أصلا إذن حتى هذا الحديث ليس حديثا صحيحا باتفاق إنما بمجموع طرق وعلى هذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في الاستفادة من كتب أهل الكتاب قال والأولى في هذه مسألة التفاق بينما لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجعل لنظر في شيء من ذلك جاهل عامي إذن كم ينظر في كتب هو لا يدري ما فيها وأما القسم الثاني فهم الراسخون الراسخون في العلم الذين يعرفون يقرأ ويعرف ما يقرأ ويستفيد من ذلك في محاجة أهل الكتاب ففي هذه الحالة لا يوجد خوف عليهم من الفتنة لأنهم يعرفون هناك حق وباطل وكذا ومن قرأ كتبهم حقيقة قرأتها قرأت أكثر بلعة يزداد إيمانا لأنها مصدقة لما بين يديها من الكتاب وفيها أيضا أمور واضحة أنها باطلة ليست بحق إما أنها كذب أو أنها من الغفلة الناسخ ونسيانه وعدم معرفته أو بسبب دخول أمور ليست من الوحي ذكنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عن كتابة السنة حتى لا تختلط بالقرآن كما حدث لأهل الكتاب وإنهم خلطوا كلام الله بكلام الأنبياء بكلام الصادقين بكلام غيرهم وإلا كتاب أسفار الأيام هي تواريخ ما علاقتها بالوحي الإلهي هذه ليست وحيا إلهيا هذه تواريخ من أين جئتم أنها من وحي الله عز وجل كذلك سفر صموئيل وأسفار أخرى يعني فضلا عن سفر نشيد الأنشاد الذي ينسبونه لسليمان عليه السلام مع أنهم لا يقولوا بأنه نبي كيف يكون وحيا إلهية وكذلك أسفار أمثال سليمان كيف يكون وحيا إلهية هي أمثال يعني كلام نبي إن صح أنه له يعني وهكذا يقال فعندهم بحقيقة خلط خلط كبير ونزاع كبير في إدخال سفر أو إخراجه وطوائفهم منهم طوائف اليهود والنصار أو كذا تتفق على أسفار وتخرج أسفار أخرى كلام طويل حقيقة ليس هو موضوع على اليوم لكن كما نعلم أن علماءنا رحمهم وطلعوا على كتبهم واستفادوا منها كما فعل علماء كبار كما فعل الإمام القرطبي في كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهاب والإمام الشيخ الإسلام ابن تيمي الجواب الصعيم مبدل دين المسيح وابن قيب في كتاب هداية الحيارة في أجهة لهود والنصارى وابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل وأكد يعني علماء كثر استفادوا من هذه الأسفار لتثبيت الحق وللرد على أهل الباطل وكما فعل من المتأخرين الشيخ رحمة الله لهندي رحمه الله في كتابه يظهر الحق فهو كتاب عظيم حقيقة قال حظم حجر بخلاف الراسخ فيجوز له النظر في التوراة والإنجيل ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف وبذلك ويدل على ذلك نقل الأيمة قديم وحديثا من التوراة وإذ زاموا اليهود بالتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم مما يستخرجونه من كتابهم ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي القول بخلافه كما قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموعة فتاوى وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية انتفع بذلك في مناظرتهم وخاطبتهم كما كان عبد الله بن السلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم من العلم وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون حجة عليه من وجه وعلى غيره من وجه آخر كما بيناه في موضعه وقال أيضا قال أيضا في نفس الموضع من مجموعة فتاوى فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعنوا في القرآن بنقل أو عقل مثل أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يقالف ما جاء بهم محمد صلى الله عليه وسلم أو خلاف ما ذكره الله في كتبهم كزعمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمرهم بتحميم الزاني أي جعله وجهي أسود دون رجمه أم كان للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن أن يطلب التورا ومن يقرأها بالعربية ويترجمها من ثقات التراجم كعبد الله بن السلام ونحوه لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية الرجم فإذا هي تلوح ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزانيين منهما بعد أن قام عليهم الحجة بعد أن قام عليهم الحجة من كتابهم وذلك أنهم واثق لما أنزل الله عليه من الرجم وكذا يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ العربيين يعلموا بهما ما عندهم بواصل المترجمين الثقات من المسلمين أو ممن يعلم خطهم منه كزيد بن ثابت نحوه أو ممن يعلم خطهم منه كزيد بن ثابت نحوه وإذا قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا بحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل ما يخالف ذلك فإنهم كانوا يلوون ألسنتهم بكتابه تحسبوا بكتاب وما هو من كتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله وهذا كمان في سورة آل عمران ويكتبون وقال يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويكتبون في كلامهم وكتابهم فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة واليوم الحمد لله أصبح لدينا علماء كبار يفقهون ويقارنون ويعلمون النصوص ويناقشون الترجمة نفسها حقيقة الحمد لله الآن أصبح لدينا يعني مختصون كبار في قضية النقد الكتابي ونقد أهل الكتاب ومناقشتهم وهناك مواقع كثيرة حقيقة وفيها فضلاء كرام يناقشون هذا الأمر فإذا احتج يقول الشيخ فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين مثل الذي يروى عن موسى عليه السلام أنه قال تمستكم السبت ما دامت السماوات والأرض أمكننا أن نقول له في أي كتاب هذا أين قال موسى ذك أحضروا وقد علمنا أن هذا ليس بكتبهم وإنما هو مفترم مكذوب والحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر غدا إن شاء الله